ننتقل يا حضرات الى حالة امرين درس الثالث من كتاب الماس اقرأت قصة عن جيانت انه عيش في قرية لديه مجموعة في قريةه هناك مجموعة مرحلة جميلة و مرحلة جميلة سؤال الأول يا حضرات جيانت عيش في قرية جيانت عيش في قرية طبعا هنا التروس صحيحة يبقى هنا أول واحدة جيانت عيش في قرية نمبر 2 الثالث عن عيش في قرية العملاك عنده حاضيقة قبيحة طبعا خطأ عشان كانت جميلة صحيح طبعا هنا خطأ عشان كان فيها زغور سؤال الثاني استمع على المحادثة و يخطر إجابة صحيحة من A أو B هنا عنده محادثة بالرامز وادم رامز في كايرو في القاهرة Life is الحياة is great رائعة in the new city في المدينة الجديدة سؤال الثالث read and match اقرأ ووصل A with B The railway line خط السكة الحديد is a road for trains ده طريق القطارات يبقى لنمبر وان Let's watch هيا نشاهد theater performance عرض مسرح Local resident سكان المحليين are people هما الناس who live in a neighborhood يبقى لنمبر 3 He likes to hang out هو بيحب يقضي وقت with his friends مع أصدقاء يبقى لنمبر 4 My favorite place مكان المفضل is the park هو الحديقة يبقى لنمبر 5 عفوا السؤال بعد كده يقرأ الناس Let's read the text and answer the question Hi Samir أهلا Samir How are you I'm well and New York is great Our apartment is on the 16th floor شكتنا في الدرو 16 So we have a great view of the city عشان كده عندنا منظر طبيعي رائع من المدينة New York has a lot of green spaces New York فيها أماكن خضراء كتير There are also lots of projects كمان في مشاريع كتير to create إنك تعملها Parkes and green areas is the parts in parts of the city that no one uses now في حضائق ومنكك الخضراء في المدينة ما حدش بيستخدمها الآن Like زي زفيمس الخط العالي وخط السك الحديد أو حديقة السك الحديد بتمر عبر في الحي الساكن بتاعنا عشان كده بروح هناك مع والدية ودي حاجة رائعة من سنين مضت الحديقة الحديقة كانت خط السك الحديد But in the 19th trains stopped الكتيرات توقفت using it عن استخدامه Some local residents بعد سكان المحليين had an idea كان عندهم فكرها إن to make إنهم يعملوه إلى a big long park حديقة طويلة كبيرة Now it's a green space وما كان أقدر with more than five species of plants في أكثر من 500 فصيلة أو نوع من نباتات And the trees It's two by five kilometers long طولة حوالي 2.5 كيلو متر And when you walk through it لما بتمشي فيه You can see artworks بتشوف أعمال فنية Watch a theater وبتشاهد المسرح أداء مسرحي And eating delicious food وتاكل طعام صحي Or just hang out with your friends أو ممكن بتتماشى مع أصدقائك I think it's my favorite place in New York أعتقد أنه ده مكاني مفضل في نيويورك سؤال أول The text is mainly about النص عن إيه عن ال-highline طريق أو حديقة ال-highline The underline phrase عبارة بس row يمر عبر معناها Cuts down goes up moves between looks forward طبعا moves between يعني يتحرك بين What can people do in the highline الناس منكم تعمل إيه في ال-highline ده تعال هنا كده نشوف You can see artists ممكن تشوف artworks I watch a theater performance and eat delicious food تقبت السؤال الثالث سؤال الرابع هل الوائل بيحب يعيش في الأماكن العالية و لماذا أعتقد أنه yes وهنشوف ليه عشان هو عايش في الدور 16 يبقى هنقول yes 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 he أيها حضرات هنقول yes he does because لأن he lives عايش in the في الدور 16 في الدور 16 16 سأو أعتقي بالكلمية التي تكون جمل reorder the word to make correct سؤال الأول نعطي مع بعض الحضرات I miss our food so much I miss أنا أفتقد our food طعامنا so much كثيرا جدا سؤال ثاني the selfish giant the selfish the selfish the selfish boy الولد الأناني doesn't share anything doesn't يعني لا share يشارك anything ما بيشاركش أي حاجة ما حد number three there is a park there is a park there is a big park near the river في حدي كبيرة بل قرب من النهر there is a big park في حدي كبيرة near بل قرب من the river النهر number four they have a wonderful garden they have يعني هما عندهم a wonderful garden حديقة رائعة ننتقل إلى سؤال الايميل رأيت عن ايميل اكتب ايميل من حوالي خمسين عن الحي السكني علي لصديقك مين علي عنوان ايميل صديقك علي احمد اتياهو يبقى انا هقول الى علي احمد اتياهو دوتكم واسمك انت مجدي وعنوانك مجدي اتياهو دوتكم تعال نشوف هنعمل الايميل ازاي عشان كده منظر طبيعي يميل من المدينة لدينا الكثير من المساحات الخضراء في الحي السكني هناك اشترك مشاريع كثير لنقل الخلق او الانشاء بارك حضائق ومناطق خضراء في الحي السكني هناك مطاعم جميلة هناك سبورت في نادي الرياضي حيث يمكنك ان تمارس الرياضة كلنا بساعد بعض عشان نخلي الحي السكن بتاعنا نظيف في الاخر نكتب جميلة عزيزك مجد اشترك اشترك مجدد اشترك اشترك اشترك